شهدت دنمارك والسويد الاثنين اعتداءات جديدة سادفت المصحف الشريف في استمرار لسلسلة ممارسات حرق نسخ من القرآن الكريم في البلدين الأوروبيين خلال الآونات الماضية ففي العاصمة دنماركية كوبنهاجن قام أعضاء مجموعة الوطنيون الدنماركيون القومية والمعادية للإسلام بحرق نسخ من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة السعودية ورفعوا لافتات مسيئة للإسلام أمام مرأة قوات الأمن وذكرت المجموعة في إعلانها عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها تعتزم حرق نسخ من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية أيضا وفي السويد طلب سلوان موميكا المنحدرة أصوله من العراق بحظر الدين الإسلامي في البلاد وذلك خلال حرقه نسخة من المصحف الشريف والدوس عليها أمام مبنى البرلمان